افتغى الرئيس الصيني شي جينبين يوم الجمعة في قاعة شعب الكوب رابي بكين بالرئيس الشيكي ميلوش زيمان الذي يزور الصين لحضور منتل الحزام والطريق لتعاون الدولي أشار الرئيس الصيني شي جينبين إلى أن الصين والشيك قررت إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين العام الماضي بما فتح عهدا جديدا من العلاقات الثنائية بينما يتمسك الجانبان بالاحترام المتبادل للمبني على الأساس السياسية لكل البلدين كما يمكنهما تعزيز التعاون الثنائي في السيكات الحديدية عالية السرعة والطاقة النووية وغيرها من المجالات والإضافة لتوسيع التعاون في مجال التعليم والثقافة وتعزيز التبادلات والتعاون في الرياضات الشتوية وأشهر الشيء النصين والشيك وقعت خطة التعاون الثنائي لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق وأن الجانب الشيكي سيلعب دوره الإيجابي في بناء المبادرة كما أن الصين تأمل من بلدان الأوروبا الوسطى والشرقية أن تشارك في تنفيذ المبادرة ولعب دور نموذجه للبلدان الأوروبية مضيفا أن الصين تؤيد عملية التكامل الأوروبي ومن جانبه قال الرئيس الشيكي ميلوش زيمان أن الصداقة والتعاون بين البلدين عززت بشكل أعمق في السنوات الأخيرة وأن الجانب الشيكي يدعم تنفيذ مبادرة الحزام والطريق الطموحة ومستعد للمشاركة بدفع التعاون مع الصين في إطار المبادرة لإضافة للعب دور هامل فيها واقع الاجتماع شهد الزعيمات توقيع وثائق تعاون بين البلدين